اشتركوا في القناة هذا الحادث الذي جد صباح اليوم بمنطقة سوق الجمعة بجندوبا ادى الى اصابة خمسة تلميذ وطنين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة وتتمثل صورة الحادث في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل مجموعة من التلميذ بمنطقة علي الجندل الريفية الى المدرسة الابتدائية بعد التعطل الفرامل جايين الجندوبا انا وخويا وعدنا ابنياتنا ماشيين معناها مش يقرؤ في المدرسة حزينها معناها معناها على اسي ست كيلومتر ونصف ما نوصلوهم ونتعدوا احنا للواح لانا عدنا حاضرة هكا جايش فوريو ضرب على الفرامة ما جايش فرامة الحالة متاع الولدات الكلها مستقرة معنتها قمنا بالفحصات اللازمة في المستشفى الجاو بجندوبا بين قسم الاسعجالي معنتها العيادة المختصة الكلها قاموا بها سيدة الاتباء مشكورين العذام جراحة الوجه الطب الأطفال الناس كل كانت موجودة على عين المكان عندنا جزت واحدة من البنائية عندنا عندها كسر يستدعي عندها عملية جراحية لانه كسر مفتوح بشيق هذه الوحيدة اللي بشيق عنقلها للمستشفى التونس جراحة العذام للأطفال البقية تكافل بهم المؤسسة الصحية واسبيسيال مام مستشفى الجاو بجندوبا أعوال الحماية المدنية وقسم الاستعجالية عملوا على إسعاف المصابين ونقلهم نحو المستشفى الجهوي حيث تتم متابعة أوضاعهم الصحية وإجراء الإسعافات الفحوصات اللازمة فيما أكدت المندوبية الجهوية للطربية العملة على المرافقة النفسية والاجتماعية للأطفال المصابين إن شاء الله وليداتنا لباس طمنتنا الصحة مشكورة لواقفين كل معنا اليوم الحادثة هي ما أديش بأرواح وهذه اللي نحمد عليه ربي تبقى الأذرار المقدورة عليها فما أذرار نفسية نحن جبنا الأخصائيات النفسية الزوز اللي موجودين على ذمة مندوبية التربية لمساندة المجهودات متاع الصحة وإن شاء الله تتواصل الإحاطة حتى على مستوى المدرسة علي الجندلي اللي هي المدرسة اللي ينتمي لها الأطفال وتعتبر منطقة علي الجندلي من معتمدية جندوبة الشمالية أحدى المناطق الريفية التي يشكو أهليها من العزلة ومن الظروف الاجتماعية الصعبة الحمد لله على سلامة المصابين موجة تكدس فضلات المنزلية وغيرها تعانيها مدينة جابس هذه الفترة تغيب معها عمليات رفع أكداس القمامة بسبب نقص اليد العاملة الكانسة الكبير تقول بلدية المكان فيما الحرارة ترتفع ومخاطر التلوث تزداد والمواطنون يتثمرون مدينة جابس وشوارعها الرئيسية بنية تحتية مهترئة وغياب تام للصيانة فضلات المكدسة في كل مكان أثارت حفيظة المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من الحالة المزرية التي باتت عليها المدينة أخي والله يلغي منعان ويناسي من الأوساخ كانوا قبل أعوان التنظيف يجوه ونظفوا ويجوه على الأقل فتنا ويجوه على الأقل فتناه يلمدوهم لم يتخلوش الحاجات تتفاقم أنا قبل حتى مش كميون كان قبل فتناه برويطا ويمشي يحطها في مجامع في بلاسة مبلايس ويهزوها قاعدين ندفوا عليه فلوس من أننا نحني باش يجوه صرح الشركات الخواص مش مديموة تطهير فهمتني باش يصرح وحني صرحوا واحد كما تشوف البوبال معناها غاديكة أفسط الحاجات يجي واحد معناها يلقى بلدية جابس أكدت أن المسألة وقتية وتتعلق بالأساس بنقص كبير في الموارد البشرية وتحديدا عمال الكنس وتنظيف الشوارع وأضافت في هذا الشأن أنها تسعى لإيجاد حلول في أقرب الآجال كانوا عنا أعوان عرضيين وقف التعامل معهم والكنترامتاحهم لأسباب مادية الحق إن شاء الله باش نحاول نسولهم وغياتهم ونجرونهم على تسويت وضعية أو مش عارف معنا نجديدوهم العقود ونشوفهم بأي صيغة وفي نفس المجال باش نحاول ننقذ الموقف قمنا بإعداد صفقة خاصة بالكنس في بلدية جابس إن شاء الله نتويك في فترة فتح العروض والفرز العروض بحول الله في أقرب فرصة من تصورش كانت تفوت أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وينطلق المقاول باش يصير تعيين بتاعها في عملية الكنس عن طريق 30 عام الكنس باش يتوزع الأنهج والشوارع والصحات العامة في بلدية جابس مظاهر انتشار القمامة في مختلف شوارع مدينة جابس وتجاوزها لحد المعقول لتصبح نقاطا سوداء ومصبات عشوائية مخلة بجمالية المكان يضع البلدية أمام مسئولية أكبر كان من الضروري أن تصطلع بها حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد ومع انتشار الكلاب السائب عبر عديد مدن البلاد وقرها ارتفعت مخاطر الإصابة بداء الكلب عفنا وعفاكم الله مشاهدين ويشتكي المواطنون هنا وهناك من الوضع ومخاطره مع تمدية بلطة بعوان من ولاية جندوبة تشهد حملة تلقيح ألاف الكلاب والحيوانات بعد تسجيل إصابات بالداء في صفوف الكلاب على إثر تسجيل حالات نداء الكلب في صفوف عدد من الكلاب والحيوانات الأخرى ببعض القرى بمعتمدية بلطة بعوان من ولاية جندوبة انتظمت حملة للقيام بالتلقيح اللازمة للحيوانات السليمة وتصفية عدد من الكلاب والحيوانات المريدة والتي كانت قد تعرضت للإصابة من قبل الكلب المصاب الأصلي في الخامس عشر من شهر مارس الفارط وقد خلفت هذه الحادثة كذلك إصابة ثلاث مواطنين تم التعاهد بهم في المستشفى المحلي ببون سالم وهم الآن بصدد استكمال التلقيح اللازمة رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجاوية التنمية الفلاحية بجندوبة أكدت العمل على تدويق الإصابات والقضاء على الحيوانات المصابة ودفنها مع الجهات المعنية وموصلة العمل لتلقيح الحيوانات السليمة تلقيح الحملة الوطنية ضد دائل كلب تمت بمنطقة عبد جبار بتاريخ 27، 28، 31 أكتوبر 2022 تم التدخل مرة ثانية بتاريخ 10 جامعة في 2023 ووقت اللي صار البؤرة هذه تم تأكيدها تم التدخل زادة تلقيح دائري للمنطقة هذه نهار 17 مارس ونهار 27 مارس ونحن منطقة معتمديد بلطة بوعوين وصلنا لقحنا فيها لحد الآن ما يقارب 3200 رأس كلب هذه الحملة تأتي في إطار تسكمال سلسلة من الحملات الأخرى تم على إثرها التلقيح لما يقارب 3200 من الكلاب حتى يتمكن متساكن الجهة من استرجاع نسخ حياتهم العادية بعد توسع الإصابة في فترة الماضية مما بات يتهدد سلامتهم وسحتهم في شأن الآخر وفي مجهود تربوي يحاكي خصوصيات الامتحانات الوطنية وبدورة رائدة تجمع المواد الأساسية لامتحان التاسع أساسي بدأت دورة ثالثة من المسابقة الجهوية للمواد المميزة الامتحانية التاسعة أساسي والبكالوريا بولاية تطوينة تقدم للمتمدرسين المقبلين على هذه الامتحانات فرص تجويد استعداداتهم وتحضيراتهم للمواعيد الوطنية تثمينا لمحققته التجربة في السنتين الماضيتين بإجراء اختبارات المسابقة الجهوية للمواد المميزة في مستوية البكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسية انتلقت بولاية تطوينة الدورة الثالثة بمشاركة حددها من التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة من التعليم الأساسية نعرف مستوية الحقيقة قبل مش منصدمش في المناظرة ونكون مثلا جبت عدد سيء مش نعرف أخطائي ونستطيع ندرك نشوف المستوى متاعي يعني تأسكى النجم نوصل وننجح للمناظرة هي فرصة لمراجعة الدروس متاحة من اللي صارت في الثلاثي الأول والثاني وأيضا أن هي محاكاة للتصور للامتحان الوطني على الأقل في ظروفها وفي حتى المستوى الامتحان يعني معناها قريب يسر من مستوى الامتحان الوطني إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا لكل هذه النسخة الثالثة شهدت لأول مرة مشاركة التلاميذ في كل المواد المميزة التي سيتم اختبارهم فيها خلال الامتحانات الوطنية في الفترة القادمة ما من شأنه أن يخلق أجواء مماثلة لإجراء الامتحانات الوطنية كانت في السنوات الفارسة أن التلميذ يختار مادة واحدة من بين المواد لكن سنة التلميذ يختبر في كل المواد وهذا مهم لأن هذا الاختبار يمكنه أن يعرف إمكانياته بالضبط نقاط القوة ونقاط الضعف ويحاول أنه على ضوء النتاج متاعه يعدل ما يمكن أن يعدي له فيه فايدة لتحسين مستوى التلميذ وكذلك لتحسين عدد التلميذ الملتحقين بالنموذج الأيام القليلة القادمة كذلك لدينا الاختبار الموحد للسادسة بتيدي كذلك أيام ستة وسبعة ماي جاري الإعداد لي العدد بطبيعة الحالة عدد كبير فاق بالنسبة للتاسع على أساسي العدد فاق 65% مشاركة مسابقة تميزت فيها جهة التطوينة وأثبتت جدوها بتحسن النتائج المدرسية خلال السنتين الماضيتين ما يأمله الإطار التربوي والأولياء أن تتواصل نجاحات هذه المسابقة وتتحسن أكثر النتائج وتخرج الجهة من المراتب الأخيرة على مستوى النتائج في الامتحانات الوطنية القادمة حتى ألقاكم في مواعيد إخبارية قادمة أجمل تحايا مشاهدين في أمن الله اشتركوا في القناة